اهلا بكم الى مجزي اخبار الان قتلت امرأة واصيبة ستة اخرون على الاقل عقب اطلاق نار في كنيسة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيس الامريكية وفقا لما ذكرته تقارير اعلامية ولقيت السيدة حتفة في موقف للسيارات تابعا للكنيسة فيما اكدت مصادر طبية انه جرى معالجة ستة اشخاص سقطوا جراء اطلاق النار وقال المتحدث باسم ادارة الاطفاء ان مطلق النار كان من بين الجرحة قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد انه يرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق وامنة واستقرار المنطقة واضف ان معظم مشاكل كردستان داخلية وليست مع بغداد وستتفاقم بعد الاستفتاء واتهم العباد مسؤولين اكراد بالفساد في ملف النفط من جهتي قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ان الشراكة مع بغداد انتهت متهمة حكومة العراق بانها اصبحت دولة طائفية برزاني دعا جميع سكان الاقليم لتوجه الى مكاتب الاقتراع لابداء رأيهم في الاستفتاء المقرر من اجل انفصال عن العراق نفذ طيران التحالف الدولي 53 ضربة جوية منها 46 ضربة في قضاء الحويجة اسفلت عن مقتل 48 ارهابيا وادى القصف ايضا الى تدمير مقر للقيادة والسيطرة واربعة مستودعات للاسلحة ومعمل صلع العبوات الناسفة كما تم تدمير حاويات محملة بالمواد اللوجستية استهدفت قوات النظام السوري احياء سكنية ومدارسة في مدينتي دومة وبلدات غوطة الشرقية في دمشق ما اسفر عن مقتل طفل واصابة 25 اخرين غالبيتهم من الاطفال كما طال القصف المدفعي والصاروخي حي جوبر في العاصمة دمشق مخلفا دمارا في الابنية والممتلكات اعلنت القيادة الامريكية في افريقيا في بين لها ان الجيش الامريكي شن ست ضربات دقيقة في ليبيا استهدفت نظيم داعش واسفلت عن مقتل 17 من افراده واوضح البيان ان القصف استهدف معسكرا للارهابيين جنوب شرقي مدينة سرد وكانوا يستخدمونه لتنفيذ عمليات داخل ليبيا وخارجها قال وزير الخزان الامريكي ان الرئيس دونالد ترامب يريد تجنب نشوب حرب النووية مع كوريا الشمالية مشيرا الى ان اولوية واشنطن هي سلامة الشعب الامريكي وحلفائه وصعد ترامب هجومه على كوريا الشمالية مرة اخرى في مطلع الاسبوع وهدد بانها لن تكون قادرة على البقاء اذا نفذت التهديدات التي اطلقها وزير خارجيتها فاز حزب المحافظون الالمان بزعمة مستشار انجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية وحصد ما بين 32 و33 بالمئة من الاصوات وعقب اعلان النتائج الاولية اعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المانيا انه لن يشارك في اتلاف حكومي مع المحافظين الى اللقاء اشتركوا في القناة